أبور عليك معرفتها نعم، هيا بنا نبدأ بكلمة اتفاق، نعم بعد الإجابة بنعم، أحياناً لابد من القول لا حسب النبرة، نعرف أن لا تعني لا بعد أن تعلمنا نعم ولا، حان الوقت لنطلب شيئاً ونقول لطفاً إذا حصلنا على ما نريد، وربما نود أن نقول شكراً، نقول شكراً ويمكن أيضاً تأكيد الشكر بالقول شكراً جزيلاً عادةً ستحصل على إجابة معتادك بكل سرور ما من مشكلة أو إجابة متواضعك أهلاً بك كاينة أورساة، كاينة أورساة سرنا نعرف كيف نصيغي الكلمات مع بعضها البعض ونقول نعم نطفاً عذراً عبارة مثيرة للإهتمام عندما نواد أن نكون مهذبين أو نلفت انتباه أحد أو ندلي بالتعليق أو نطرح سؤالاً، فالعبارة الصحيحة هي عذراً، مثلاً عذراً لو سمحت أن تتدوس على قدمي، عذراً. هناك طريقة لطلب السماح. عفواً لم أقصد ذلك. إذا مسسنا بأحد دون قاس نقول عفواً. عندما نواد أن نعبر عن الأسى العميق أو الاعتذار فإن العبارة المناسبة هي أعتذر. وعندما كل شيء على ما يرام يمكن القول حسناً. بالانتقال إلى بعض عبارات المواعدة أول كلمة قد تقول في بداية الموعد هي مرحباً. وعند المغادرة من اللطف أن تقول دائماً أمضيت وقتاً رائعاً. أتمنى رؤيتك قريباً. مع السلامة. أحياناً تود أن ترى ذلك الشخص مرة أخرى. وأحياناً تقول إلى اللقاء من أجل التهذيب. في كل الحالتين نقول إلى اللقاء. أتسأل لماذا؟ كل لغة تقريباً لها تحية خاصة في الصباح. عندما تلتقي بأحد في الصباح تقول صباح الخير والجواب صباح النور. صباح الخير. جوتي مورجن. كما أن هناك تحية خاصة لفترة بعد الظهر. مساء الخير والجواب مساء النور. مساء الخير. جوتي ناحمتاك. جوتي ناحمتاك. عندما تلتقي بأحد في المساء تقول مساء الخير والجواب مساء النور. مساء الخير. جوتي ناحمت. جوتي ناحمت. في الليل عندما تود الخلود للنوم حزر تقول تصبح على خير. جوتي ناحمت. جوتي ناحمت. بعد النوم جيداً في الليل نستعد لبدء يوم جديد. أو ربما نود أن نرحب بضيف أو يصار أحد للقائد ويقول سررت لرؤيتك. أهلاً بك. جوتي ناحمت. جوتي ناحمت. عندما يلتقي الأشخاص ببعضهم يتبادلون عادة حديثاً صغيراً. لا يريدون الإجابة المفصلة ولكنهم يظهرون الإهتمام. ما الجديد؟ شو الأخبار؟ كيف حالك اليوم كيفك؟ كيف حالك اليوم كيفك؟ كيف حالك اليوم؟ يتوقع معظم الاشخاص إجابة مهذبة وليس لا إحامين المجاملات. بإمكانكم القول ببساطة بخير شكراً. إذا كان كل شيء جيداً أو على الأقل لم يشتكي أحد يمكن القول بكل تهذيب أمضيته وقتاً رائعاً استمتعت. كيف حالك تهذيب أمضيته وقتاً رائعاً استمتعت. كيف حالك تهذيب أمضيته وقتاً رائعاً استمتعت. يمكن أيضاً أن نضيف ونفصل الصحة الجيدة والسعادة. كما هناك أعيات سعيدة وأيضاً كل عام وأنتم بخير. كيف حالك تهذيب أمضيته وقتاً رائعاً استمتعت. كيف حالك تهذيب أمضيته وقتاً رائعاً استمتعت. كيف حالك تهذيب أمضيته وقتاً رائعاً استمتعت. كيف حالك تهذيب أمضيته وقتاً رائعاً؟ ونحار سعيد ويمكن أيضاً دائماً إضافات أطيع بتمنيات Alles Gute!